والأسماء اللي بيتم تداولها أو الأسماء اللي دخلت بالفعل الهيئة العطنية للانتخابات وقدمت أوراق ترشح هدفها بالأساس هو المنافسة الحقيقية وتقديم بديل ولا هدفها وبالمناسبة ده هدف مشروع لأنه من الممكن أنك تبقى كمرشح مش شايف لنفسك أي فرصة لكن عايز تستغل المسألة دي أنه الحزب بتاعك ده بدل ما يبقى النهاردة معروف أنه عنده عشر تلاف ولا ميت ألف ولا أي رقم يعرفه أنت عايز تقدمه للناس في أهم مناسبة سياسية فيه اهتمام شعبي بخصوصها السيد عماد الدين حزين قال لي أنه ده سؤال محرق ليه يا فتاة؟ ده على فكرة هدف جيد يعني هدف نبيل وطبيعي وشرعي لكن أنا ظن أنه عدد كبير من المرشحين يعني ما كانش موجود مؤثر بصورة كبيرة في المجال السياسي بحيث أنه يقول أنه والله ينزل أترشح انتخاباته وهاكون مؤثر فيها نمرة واحد نمرة اتنين اللي يترشح الانتخابات الرئاسية يفترض من وجهة نظر البسيطة والمتواضعة في منصب واحد منها ده أهم منصب في مصر ربما في المنطقة أن يكون عنده استعداد قبل كده بسنتين ثلاثة بسنة يا سيد يقعد يشتغل يبقى عنده مكان انتخابية زيما لما احنا المرة اللي فاتت يبقى عنده فريق جاهز يبقى عنده الناس اللي يعملونه التوكلات محدتهم بالإسم هيروحوا طب بالمناسبة يعني بالمناسبة فأنا بتكلم على هنا ما لقوا شكك لكن على قاله وانت بتعمل ده فيه أمارات علامات تقول ان انت جد ولا مش جد مع كل التقديل الشخص ما هو ممكن تبقى جد في تحقيق هدفك اللي انت عايز تحققه من الخطوة دي يعني أتصور وهنا بس أتصور انه الأستاذ جميل اسماعيل كان ده هدف هي مش هتوصل المجتمع المصري لا أنا ياسف بس في القطة فيه فارغ بين ان أنا نازل أزود دور حزبي وشخصي أنا مش شخص وأقول والله الانتخابات دي واللي بعدها أنا معندش فرصة حقيقة وبقى مدرك ده وأقول لأعضاء حزبي ان أنا نازل أبني سمعة ودور وتأثير ويبه هدف الانتخابات ما بعد بعد القادمة ده حاجة مشروعة بس أنا بتكلم على آلية الترشيح بتاع الانتخابات الرئاسية في مصر لبعض الناس الكتيرة هو بيبه نازل إيه مش هزكل أزماء عشان الإحراج آه خلص يعني تمام تعدي وتمشي هل من الممكن إنه النموذة جيب الأستاذة جميلة أسماعيل المجتمع المصري لغاية دلوقتي لا أتصور نواصل لمرحلة من التقدمية اللي ينتخي بواحد ست إحنا ده لو افترضنا من إحنا في أعلى مستويات الديمقراطية يعني أمريكا ما حققتهش أعلى مستويات الديمقراطية والمحاسبة اللي إحنا لسه بعيد عنها جدا بس إلا رجابة أظن 48 أو 49 لكن ما كسبتش طبعا فهل من الممكن استخدام السيدة جميلة أسماعيل نموذة على فكرة أولا إنها تحقق مكسب باعتياد وجود واحدة ست إنه الناس اللي كانوا حزب الدستور كم واحد العضوات العاملة فيه كم واحد من الممكن إنه يبقى يتعرف فيه أهم ومناسبة سياسية شعبين فيه رقم قاله ضيارة شوان إنه عدد الممارسين السياسين كل أعضاء الأحزاب في مصر أقل من مليون وحد فيه بلد فيها 106 أو 107 مليون أنا أسف فضر تكرار شوف أقوله حكا على حكا أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبا فقولت إنك أنت متأكب من نتيجة الحمد من نتيجة الانتخابات ويباصم بالعشرة بالأداء اللي هيحصل وبأعمال الفرز والنتيجة اللي هتطلع وقولت إنك أنت يكون دوت هدفك حتى ولو كان دخولك لو وله حتى كان لإبراز الحزب وإبراز اسم الحزب وإبراز شكل إن فيه ممارسة سياسية وإن فيه لعبة سياسية وعايزين نشارك فيها تمام وحتى لو كانت مشاركة فيها إمرأة وليه كمان ما تكونش فيه نعمة منها تكون سبارة ده أفضل ده أفضل ولا إيه قولت إنك أنت تلاقي ضمن المية وستة حزب أو أقل أو أكثر قليلا يروجه ويبايعه ويؤيده ووووو إلى آخر وليدي مش وزفت الحزب أنا عندي تكتب من حوالي أربعين أو خمسين حزب يعني يعني ده هدف شرعي محمود يعني بالزبط كده بالعكس والعكس هو بغير محمود إنك أنت للي مش هدف الحزب إنه هو يبايع 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 ده هدف سانوي هل انتخابات زي دي تأدي للغرض ده أو تحقق هدف الأستاذ الجميل أسماعيل أو حزب الدستور أو أي حد تاني أنه يفرد نفسه يظهر نفسه تأدي تأدي لو كان الهدف هو إبراز الحزب لكن في بعض الأحيان في الدول النمية بيكون الهدف هو إبراز الشخصية هو مش هيقول إبراز الشخصية هو مش هيقول أنا ببرز الحزب يقول أنا داخل فالناس تتعرف متعرف عليها أنها بتقود العمل السياسي خسرت أو فشلت لكن هي الموجودة زي بالظرط وده يمكن النموذج اللي عنده عندنا في العالم العربي هو النموذج اللبناني أن تجد قيادات كده في العمل العمل السياسي هي الموجودة على رأس كشخصية عامة على رأس الأحزاب الأحزاب يمكن ما تكونش معروفة أوي لكن الاسم نفسه هو المحفوظ موجودة كشخصية عامة ما أنا واخد بالي بس يعني النقطة دي بس أنا بس عايزة تقول ليه إذا كان من حق الحزب للمعارض أن يرشح ومرشح ينزل الانتخابات ليه مش من حق حزب مؤيد أن يؤيد ترشيح أي مرشح لا بس ده مش دور الحزب يعني ده دور السنوي ليه مش دور الحزب ما في الحياة الديمقراطية السليمة دور الحزب في الحياة الحياة الديمقراطية السليمة أيوة الحزب شايف إن مواشحين يسعوا لكسب بتأييد الأحزاب حزب الأخرى وحاجب برد هذه الأحزاب يطرح بديل لا فيه خمسة طرح بديل فيه خمسة مرشحين أو طرح محتملين وفيه مئة حزب أنا شمال يطرح بديل على أي واحد من الموضوع الساحة هو أنا سترح بديل أنا عنده يا سيد أو شالف أو يطفف على مرشح ما عايزه هو أصدق أنا دلوقتي فيه أربع أحزاب مرشحة فيه حزبين مقدمين أقوة اتنين أو مش عارة هنفسه زي ما حصل في تركيا في لحظة معينة أنا رأيت الحزب معين علشان اللي حصل في الدولة الأولى يرمي تقلو على المرشح بتاعت إنجا أه إنه يرمي تقلو على المرشح بتاعت هو ده أصدق طيب أنا عايزة نقل نقطة تانية إزاي إلكترونيا تم استقبال ترشيح أو سعي جميلة إسماعيل سيد جميلة إسماعيل محافظ الألقاء طبعا للترشيح وإزاي تم استقبال إنسحبها من الترشح نزولا على رغبة الحزب طيب تعقيب سريع قبل ما جاوب حضرتك السياسة بيعلمونا إنها بلغة الكورة كده اللي أنا عارف إن أنت بتكرهها بس اللي أستاذ عمد حسين بيحبها جدا معرفش بقى الدكتور عمر أغفر وإيه معها بس بيقولك السياسة كاتشانة يعني أنت دلوقتي بتكاتشن عشان إيه لموزك أنا شفت بقى هيقول لك أوبا من الكوتش من الكوتش يعني السياسة كاتشانة يعني أنت من دلوقتي بتحضر نفسك ممارسة جديدة لأن أنا عايز أفكر الناس اللي بتتفرج علينا آه يعني جملة جديدة عايز أفكر الناس اللي بتتفرج علينا وبتشوفنا دلوقتي بمعلومة إحنا عارفينها من الدستور إن هذه الفترة هي الفترة الأخيرة للمرشح الرئاسي في حالة نجاحه المرشح الفتاح السيسي فإنت عندك دلوقتي انتخابات قادمة ستكون سنة 2030 هيبقى فيها المفترض إن هي مرشح جديد هذا المرشح الجديد اللي حينزل عشان يترشح لو أنا دلوقتي من الأحزاب السياسية المختلفة ما حضرتش نفسي وظهرت في هذا المشهد الحالي والظهور دوت استغليته استغلال صحيح للأسف الشديد انت عدت بخسرت فرصة تاريخية أما بالنسبة للأستاذة جميلة اسماعيل